خلاف إسرائيلي أمريكي تكشفه المقاصة هذه المرة ترفض إسرائيل إرسال المستحقات المالية لسلطة الفلسطينية فيما تطلب أمريكا إرسالا فوريا وسريعا لكن ما هذه الأموال التي يجب على الإسرائيليين سدادها للفلسطينيين تحت ما يسمى المقاصة في تفسير بسيط المقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية المصرفية بين الطرفين وفي الحالة الفلسطينية على إسرائيل تحويل مبالغ للسلطة الفلسطينية أبرز مصادر هذه الأموال هي ضرائب الجمارك والرسوم الأخرى على بضائع تصل موانئ إسرائيلية ويكون مقصدها مناطق السلطة الفلسطينية مصدر آخر ومهم ضرائب الدخل التي تحصلها الشركات الإسرائيلية من العاملين الفلسطينيين لديها سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية المصدر الثالث أيضا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية وأخيرا استقطاعات تأمين التقاعد التي تخصم من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لكن في المحصلة إن أخذنا الضرائب الشهرية كمثال لتوضيح القيمة هنا يبلغ متوسط قيمة إرادات المقاصة نحو 180 مليون دولار وفق وزارة المالية الفلسطينية إذن كفل القانون الدولي حق الفلسطينيين في هذه الأموال كما كفل بروتوكول باريس الملحق لاتفاقية أوسلو أعقد اتفاقا ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1995 مائة وخمسة وتسعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر